أشكر حضوركم جميعاً على هذه المحاضرة طبعاً ترى أو رؤية مدرسة دار المعرفة الخاصة لهذه النقاط المركزية التي سنتحدث عنها هي الدرس الفعال في دار أو رؤية دار المعرفة أو مدرسة دار المعرفة للنقاط والركائز للدرس الفعال أو النشط كلنا يعلم أن الحصة الدرسية تقوم على ركائز ونقاط أساسية يجب على المدرس أن يتمحور حولها لكي يصبح درسه فعالاً ويستفيد من هذه الركائز أول ركيزة طبعاً هي السؤال المحوري السؤال المحوري أو السؤال الجوهري كما سميناه كما سميناه هو السؤال الذي يدور عموماً حول نقطة العامة أو عموماً على اسم البحث أو الوحدة البحثية وخصوصاً بأهداف المتعلقة خصوصاً بأهداف الدرس هذا السؤال الجوهري هو السؤال الذي يقوم على العمل وهو مجال العمل الدرسي الذي سيفتح أمام الطالب آفاق المعرفة ويمكن أن يرتبط هذا السؤال الجوهري بالمعرفة السابقة للطالب وهو السؤال الذي يجب على الطالب أن يكون قادراً في نهاية الحصة أو نهاية الحصة أن يجيب عن هذا السؤال هذا هو السؤال المحوري أو السؤال الجوهري ولكن يفتح أمام ممكن أن يكون مرتبطاً طبعاً بالمعرفة السابقة للطالب أو المعرفة القديمة للطالب ولكن يفتح أمام الطالب آفاق من المعرفة جديدة له حول ما سيأخذه من المعرفة الجديدة لهذا الدرس النقطة الثاكنة الثانية أو الركيزة الأخرى أو الثالية هي استراتيجية تمهيدية أو ما يعرف بالتهيئة الحافزة هذه تهيئة الحافزة يجب أن تبدأ بكل درس يجب أن تبدأ بتهيئة الحافزة وهي جذب الطالب ومخيلة الطالب لهذه الحصة أو هدف الدرس ويجب علي الطالب أن يكون منجذباً أن تكون نتيجة الحافزة جاذبة الاهتمام الطالب أكثر إما أن تكون من البيئة أو تكون من صورة يعرضها الكتاب أو صورة يعرضها من واقعه العملي الذي يكون فيه ويكون مرتبطاً بهدف الدرس أو الهدف العام أو أهداف الدرس المرتبطة بهذا النص أما الركيزة الثالثة طبعاً الركيزة الثالثة وهي الأهم في العملية التعليمية هو وقت المعلم في التحدث خلال الحصة الدرسية نحن نعلم أن هيئة الرقابة والهيئة العامة تركز على مجمل حديث المعلم ودوره في الحصة الدرسية فيه يجب علي أن يأخذ ثلاثين بالمئة من الزمن الحصة للمعلم ونبقي السبعين بالمئة إلى التلميذ لكي يتفاعل مع الدرس أو مع الحصة ولكن دور المعلم هنا في الثلاثين في المئة هذه يجب أن يكون فعالاً ويكون دور المعلم فعالاً عندما يترك الطلاب خلال الأنشطة والتفكير من خلال التلخيص والتفكير للأنشطة أو الإثرائية الموجودة في الحصة ويتدخل المعلم في تبسيط هذه التراكيب والمصطلحات وهنا يتدخل عند الفروق الفردية الموجودة كما تحدثت سابقاً المس الفروق الفردية الموجودة عند الطلبة فعندنا طالب ضعيف وعندنا طالب المستوى الثلاث المتقدم والمتوسط والمستوى الضعيف ومراعاة الفروق الفردية لتبسيط هذه المصطلحات ولكي يستوعبها الطالب ويجب أن يكون مستوى الحوار الذي يتقدم به المعلم على مستوى الفهم والوعي اللغوي لكل الطلاب أو معظم الطلاب أما الركيزة الرابعة التي يرتكز عليها النص أو الدرس هي الركيزة هي الخرائط الذهنية أو ماذا نعني به؟ نعني به الاستراتيجية طبعاً غير واضح هنا الاستراتيجيات التي يقوم بها المعلم لإصال المعلومات للطالب وتكون هذه الخرائط الذهنية هي خرائط توصل معاني ومفاهيم المفاهيم التي يريد المعلم أن يوصلها إلى الطالب ولكن ممكن أن نسميها هي مفتاح المفتاح الذي يفتح معرفة الطالب لكي يستطيع الطالب أن يعرف بشكل عام أو يجمع الأفكار والعصف الذهني الذي يستخدمه ويستخدمه كل المعلم وهي شرط أساسي في كل حصة درسية الخرائط الذهنية لكي يجمع معلومات يضعها في خرائط الذهنية عن ما سيكتسبه وما سيقوم به من أشياء داخل الحصة أما الركيزة الخامسة وهو عمل المجموعات والأنشطة المختلفة من الاستراتيجيات التي يقوم بها المعلم طبعاً كلكم معلمون وتعلمون أن الاستراتيجيات تختلف من لها مستويات معينة توزع الطلبة في مجموعات غير متجانيسة ونعني بأنها غير متجانيسة أي ليس لها متقدم ومتوسط وضعيف غير متجانيسة ويكون لمعرفة الطلاب للمجموعة كلمة التحسين وتقديم الدعم لها أنت كمعلم تستطيع أن تقدم الدعم لهذه الفئة الضعيفة بأدوات أخرى وأنشطة أخرى ملائمة ولكن تحت الهدف الأساسي للدرس لا يخرجون عن الهدف الأساسي للدرس ولكن ممكن تبسيط الهدف لكي يستطيع الطالب المستوى الضعيف المستوى أن يصل إلى معرفة الهدف طبعاً ويتم ذلك بتقديم التغذية الراجعة دائماً لكل مجموعة هذه المجموعة طبعاً يقوم المعلم دائماً بتغذية دورية راجعة دائماً حول ما يقوم به من أنشطة مختلفة ما يقوم به الطلاب من أنشطة مختلفة داخل الحصة الدرسية ومن ثم هنا الركيزة السادسة وهذه يعتبر هي صلب الحصة الدرسية وهو الأنشطة الفعالة كيف أثير حماس الطلاب وكيف أقدم لهم الدعم للمستوى الضعيف كيف أثير الدافعية لدى الطالب لكي يتعلم كيف أثير دافعية الطالب أو تفكير الطالب حول أشياء تفتح مخيلة الطالب وتستطيع أن تصل المعلومات إليه بشكل ممتع وشكل عمل ولكن المدرس هنا والمعلم ينوع في الاستراتيجيات ممكن أن تكون هناك استراتيجية ممكن تعليم ثنائي أو تعليم فردي أو تعليم مجموعات هذه التنويع يسهل على الطالب المعرفة يسهل على الطالب استيقاد أخذ المعلومات من المدرس بشكل بسيط وهو نعود ونقول أن المعلم له الدور الفعال في تبسيط هذه الاستراتيجية وتنويع هذه الاستراتيجية حسب الإمكانيات التي يستطيع الطالب أن يفهم على نعم يستطيع أن يفهم هذه الاستراتيجية أما التركيز هنا الركيزة السابعة هي أسئلة التفكير الإبداعي والناقدة وهذا ما يصلنا وهذا ما وسط فيه طبعا الهيئة أو وسط فيه الإدارات أو الإدارات والأشياء التي تساعد على التعليم وهنا نذكر أن برنامج بلوم هو أسئلة معرفية لنصل أسئلة أسئلة معرفية أولا ثم أسئلة تطبيقية ثانيا ثم مفاهمية ثانيا ثم تطبيقية ثم مهارات التطبيق العليا هي التحليل والتركيب والتقويم الذاتي الذي يصل إليه هذا الطالب وأسئلة التحدي طبعا يستطيع أن تقدمها للطالب أما الركيزة الثامنة وهي تعرف بالتقويم الختامي أو النهائي أو ما يعرف عمما بأنه هو قفل الحصة كيف يستطيع المعلم أن يكفل هذه الحصة أن يكفل هذه المعلومات التي ويعمل سبر لكل المعلومات التي أضعها في حصة درسية وهي أعطاء تغذية راجعة للدرس إما أن تكون هذه التغذية عن طريق تلخيص أو تقويم أو تعداد لأهداف الحصة الدرسية ومعرفية له وإما أن تكون بأشياء يعرفها الطالب ويقيدها في أشياء أوراق وتضع على جدران هذه الحصة الدرسية أو دائرة الصف ويطلع لها جميع الطلاب ويقوم المعلم نهاية في جمع الطلاب في حلقة نقاشية حول ما استفادوه من خلال الحصة الدرسية وهنا يتعلق الدرس بالهدف الأساسي وهو الهدف المحوري الذي طرح في بداية الحصة وهو الهدف الجوهري لهذه الحصة فيجب أن تقفل الحصة بنفس الهدف أو السؤال الذي بدأ فيه الحصة لكي يستطيع أن تكون الحصة دائرة كاملة مترابطة وسلسلة أفكار وتعليم وانشطة واستراتيجيات وبالنهاية هو قفل لما بدأنا به هذه الحصة الدرسية طبعا هنا الاستراتيجيات كلها على معرفة أنتم بها ولكن للتذكرة فقط أريد أن أشكركم وأشكر حصن استماعكم يمكن لأن الوقت بداهمنا وينتهي فينا هذا الشيء